بين تفاصيل نقاط التأهل والصدارة يدوي صدى اللعبة في البصرة التي تحتضن بطولة خليج 25 يدوي الصدى بتقارب الأشقاء والأصداء عكست لغة الإنسانية ومتانة العلاقة العربية الخليجية وإن اجتمعت بعد لوعة غياب بعيدا عن النتائج ومنافسات منتخباتها ثم تم توثقه عدسة الكاميرا فيلتقتها العراقي الذي أنطق حناجر الخليج بكرم ضيافته وحسن معاملته وما فعلته البصرة بما لا يمحى من الذاكرة التي تسجلها بعد زمن صمتت فيه ملاعبها لقطة الكاميرا التي سجلت وجعا من أوجاع اليمن الشقيق ظهر فيها تبادل اللاعبين يمنيين للكسارات الخاصة باللعب أثناء المباراة فتحركت قلوب العراقيين لدعم اليمن الشقيق السعيد بمحبة العراق وتلك محبة لا غرابة فيها ولا جديد وهنا تغريدة أثقلت عمق الأخوية متجلية بخطاب البيت الواحد والأسرة العربية الواحدة هنا كان العراق حاضرا محتضنا يمن العربي مقدما دعمه الرياضي أما البصرة فقد فتح أهلها بيوتهم لأي مشجع يمني ولأول مرة في تاريخ لعبة كروية جاءت النتيجة بعيدة عن لغة الأرقام بنتيجة تعادل منتخبين تعادل على مبدأ تقارب الشقيق للشقيق فتحت أشواطا إضافية لانهائية لمنتخب شقيق مفتوح له كل بيت مصري عراقي وقدمت المباراة فوزا وتحديا توحد فيه العراق واليمن في وجه الظروف من ويلات وحروب عاشها ويعيشها الشعبان بعنوان واحد لا غير أن للطموح مباراة لا تنتهي إلا بفوز ساحق ترجمة نانسي قنقر